ومن واشنطن ينضم إلينا توماس جريجي سيان الكاتب المختص بشؤون الولايات المتحدة الأمريكية سيد توماس كيف تعنون التهديد الإيراني؟ هل هو تخبط أو فقدان للحكمة والتقدير الصحيح لإيران؟ هل هو عنوان لبداية سقوط نظام ملالي؟ أم أنها حرب نفسية إيرانية غير محسوبة العواقب؟ أنا أستطيع أن أقول أنها حرب نفسية إيرانية لا أحد يعرف عواقبها ولا أحد يريد أن يكون في عواقبها بمعنى أن هناك تصعيد خطابي أصلا أو سياسي الهدف منه أن إظهار موقف الند للتهديدات أو الحصار الأمريكي الذي يأخذ شكل إجراءات اقتصادية وعقوبات اقتصادية وإلا أن هناك لا أحد يريد أن يصل الوضع إلى حالة حرب تحديدا بالحرب من معناها الشامل بمعناها الشامل لأن عواقبها وخيمة وكلمة وخيمة يبدو أنها حتى كلمة خفيفة بالنسبة لما يمكن أن يحدث ليس فقط بزيادة السعر كما كيلا في التقرير زيادة السعر النفط ولكن ما يسمى ارتباك كامل أو شللون تهم في حركة الملاحة الجوية البحرية وتحديد التجارة العالمية خاصة أن 30% من التجارة النفطية أو الغازية تمر حسب التقارير الدولية من مضيك الهورموس وبالتالي ليس بالأمر السهل تحويل التهديدات التي تسمى أحيانا تهديدات جوفاء أو تهديد أجوف إلى واقع أو حرب معلنة أو حرب يعني تعتقد أن إيران لم تقدم على تنفيذ مثل هذا التهديد ولكن في المقابل ألا تقدم إيران على طبق من فضة لكل من إسرائيل وأمريكا أسباب منطقية لشل حرب ضد إيران وإن كانت هذه الأسباب ستكون منطقية أمام العالم على الأقل نحن هنا نتحدث ما أذكره تحديدا هو ما يسمى تاريخ مضيك الهورموس تحديدا وما حدث في العشرين أو ثلاثين السنة الماضية خصوصا مع إقامة الدولة الإسلامية وجمهورية الإسلامية الإيرانية وقد حدث أكتر من مرة بعد المنوشات ولكن لم تأخذ شكل الحرب أبدا لأن الكل يعرف أن الحرب يعني ضمار شامل لحركة التجارة العالمية الحرب تعني ضمار شامل لإيران نفسها ومصالحها وطبعا بالتأكيد ستتأثر دول الخليج بتحديدا الدول المجاورة وإنها ليست مساحة كبيرة ولكن مساحة محدودة فبالتالي أي إشعال للحرب حتى لو تم إشعال المواقف والشعارات المرفوعة ستكون لها عواقب وخيمة ونتائج غير لا يمكن التحكم الخيارات كل من إيران والولايات المتحدة الآن والاتحاد الأوروبي أيضا أمام هذه الأزمة ماذا تتوقع؟ الخيارات ستتوقع أن هناك أولا ستستمر الحرب المعلنة الإعلاميا وسياسيا هناك ستتم إجراء اتخاذ إجراءات أخرى عقوبات اقتصادية وإجراءات مالية عقوبات مالية واقتصادية وتجارية على مدى يعني على أساس أنها لن تكون فقط أمريكية تكون أمريكية وأوروبية وعقوبات من الدرجة الأولى والدرجة الثانية مباشرة أو غير مباشرة فالهدف في الفترة الأخيرة كان كما هو واضح من تصريحات المسؤولين الأمريكيين تدور حول وتركز حول تضييق الخناق الاقتصادي والمالي من أجل إجبار أو إرغام تهران تحديدا لتغيير بعض مواقفها أو تأخذ شكل آخر من التعامل مع القضايا الدولية وتحديدا فيما يسمى تمدد النفوذ الإيراني في دول المنطقة بشكل خاص طيب ما هي أوراق الولايات المتحدة الأمريكية لحماية التجارة النفطية عبر هرمز وضمان أمن النفط في أمن منطقة الخليج أولا طبعا هناك السطول الخامس الموجود المتواجد والموجود منذ فترة طويلة في البحرين أولا زائد طبعا بعض التحركات إذا كانت هناك بعض السفن الأخرى أو أساطير الأخرى ستتتحرك من شرق بطواصل ولكن ستأخذ بعض الوقت ولكن تحديدا فيما يسمى ضمان حرية الملاحة وتنفق التجارة العالمية عبر مضيق هرمز تحديدا الدول الكبير فيه بالنسبة للولايات المتحدة هو السطول الخامس المتمركز أو المتواجد في البحرين نعم شكرا جزيلا لك سيد توماس جيرجيسيان الكاتب والمختص بشؤون الولايات المتحدة الأمريكية حدثنا من واشنطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر